يا ترى ايه قصة الاربع تلاف كيلو دهب اللي دخلت البلد في شهور الاخيرة ومصير مبادر دخول الدهب مع المغتربين ولو اشتريت دهب ومش عارف ام تتبيعه ولا تخليه ومش عارف السوق رايح على فين تعال هنقولك على المفاجأة فاكرين كلنا مبادر دخول الدهب من غير رسوم او برسوم منخفضة جدا للمغتربين بالخارج واللي كانت جزء من مبادرات كتير جدا لحال ازمة الدولار ساعتها وازمة نقص الدهب برضو وزيادة المعروض في سوق المحلي يضمن كوارث كتير عاشها الشعب المصري والحقيقة المبادرة دي كانت من انجح المبادرات اللي اعلنتها الحكومة ساعتها وقدر تدخل البلد اربعة طن دهب من ساعة بدء المبادرة لغاية دلوقتي والبلد استفادت من كل ناحية اولها زيادة التدفق في السوق وزيادة احتياط الدهب حتى لو كان مع الناس بجانب الاسعار انه استقرت شوية وده كله قابل قرارات التعويم الاخيرة ورفع سعر الفايدة طب ايه اللي هيحصل دلوقتي شوف حضرتك هي الحكومة هيكون قدامها حال من اتنين يعني المبادرة تستمر لغاية ما عادها في ستة مايول اللي جاي يعني بعد شهرين وبعدها تعلن وقفها او ممكن ترفع رسوم حاجة بسيطة عشان الدولة تاخد حقها وفي نفس الوقت تضمن تدفق دايم للدهب في السوق المصري ولسا الحقيقة ما حدش عارف ايه اللي هيحصل لكن ارجح التوقعات بتقول المبادرة ممكن تمتد تاني لأسباب كتير خاصة بالسوق وبتدفق الدولار لانه الدهب يبعتبر عملة دولار في نفس الوقت وبيتعامل كده في الاحتياطية طب الاشترا دهب وخزنه سواء من المغتربين او المواطنين العاديين وبكميات كبيرة يعمل ايه؟ السؤال دا بيتسيل كتير والحقيقة اللي جاب عليه سهلة وعلى حسب انت عاوز تبيع ليه؟ يعني لو مزنوك فلوس او عندك مشروع عاوز تحول الدهب لفلوس انت مضطر في تبيع لكن لو عاوز استثمار بس فنصيحة ان تسمع ليه لأطول فترة ممكنة لانه الدهب كل ما بيععد كل ما امته بزيد وكمان فيه توقعات عالمية بتقول انه سعر الدهب هتضعف خلال خمس سنين تقريبا وفي نفس الوقت الدهب اللي اشتريته بيعتبر احتياطي مالي امن لك ولولادك طيب ينفع شر الدهب تاني دلوقتي؟ طبعا ينفع لانه زي ما قلنا الدهب قيمته بتزيد وكل ما يكون عندك فقط في فلوسك حاول تشغله في الدهب او في شهادات الدخار الجديدة والتي طرحتها البنوك بفايدة كبيرة وصلت 30% والدهب والشهادات اضمن حاجتين تقدر تستثمر فيهم وانت متطمن كانت معكم هل البزيتي من بنكير شكرا لكم